بداية برحب بزميلي مش ضيفي بقى النهاردة زميلي العزيز المتقلب دائماً صاحب الأخبار والحصريات والنهاردة هيكون في حوارنا النهاردة هسأله علشان جايب معلومات النهاردة وحصريات كتيرة وكمان عن الدوري السوبر الأفريقي إن شاء الله الناد الأهلي هشترك فيه في شهر عشرة القادمة بطولة مهمة جداً برحب بضيفي أو بيه زميلي العزيز محمد سعيد بسائل فل يا كابتن وسامة إزاي حضرتك وإزاي طبعاً كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تحياتنا لكل المشاهدين في كل مكان جماهير النادي الأهلي العظيمة طبعاً كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم الأيام الحلوة بتجري بسرعة وممكن خلاص إحنا داخلين في منتصف الشهر الكريم لكن دائماً شهر رمضان شهر البركة والخير وبإذن الله كمان هيحمل الخير والبركة لجمهور النادي الأهلي والجماهير القرى المصرية خلال الفترة اللي جاية زي ما قالت كابتن وسامة حلقة النهاردة حلقة مهمة جداً وفيها كواليس مهمة وأخبار مش هتسمعوها في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي وكمان ضيوفنا النهاردة زي ما قالت كابتن وسامة ضيوف مميزين فقرة التحليل الفني مع الكابتن رمضان السيد وفقرة النقد الرياضي والصحافة والإعلام مع الزميلين العزيزين الأستاذ عبد الحاكم أبو عالم والأستاذ أيمن جيل بيرتو هنتكلم زي ما قلت كابتن وسامة قرع الدورة أبطال إفريقيا بكرة الجديد بالنسبة للساحة الإفريقية كمان هنتكلم على نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وكيف يستعد خلال الفترة القادمة لكن أكيد النهاردة فيه كواليس وأخبار مهمة جداً وكابتن وسامة طبعاً يعني أكيد اتكلم على دور السوبر الإفريقي ويمكن الموضوع ده تحديداً فتح مجال وأسئلة كتير قوي خلال الساعات الأخيرة لكن قبل ما نتكلم في أي تفاصيل عايزين نتكلم عن جمهور الأهلي كابتن وسامة ودي البداية بتاعت برنامجنا النهاردة شفنا الشكل الحلو الشكل الرائع اللي ظهر فيه جمهور النادي الأهلي في مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والحمد لله سعيد ده كان يعتبر اللاعب رقم واحد يعني شفنا استاد القاهرة ومشوفناش اللقطات دي من زمان كنا دايماً بنقول نفسنا جمهور النادي الأهلي يكون مجود في الملعب كنا آه بنشكر ربطة الأندية اللي كانت في الدورة الممتاز وان شاء الله تكون هي دي البداية وديماً جمهور النادي الأهلي بيرسم الطريق رسم الطريق في مباراة الأهلي أمام الهيال السوداني بالالتزام بالتشجيع بالروح الرياضية بالالتزام في الدخول في الخروج وشفنا ملحمة رياضية قروية عظيمة جداً شفنا جمهور النادي الأهلي محمد اللي رايح استاد القاهرة فتح أبوابه من الساعة الرباعة عصراً وشفنا أعداد كبيرة اشتاً لدينا احنا شايفين في اللقاطات وفي السور جمع النادي الأهلي والناس واخد الأكل معاها واخدين الميا واخدين العصير علشان يفطاروا شفنا الناس وهي في ممرات الاستاد وهم بيصلوا للمغرب وبيصلوا لعيشة وتحس ان كارنفال رياضي عظيم علشان كده النادي الأهلي كان كابتن محمود الخطيب ومجلس دارة النادي الأهلي شفنا بيان سريع بعد المباراة ونادي الأهلي بيشكر الدولة المصرية بكل مؤسساتها اللي اشتغلوا على اليوم الرائع والحلو ده انه يخرج بالشكل العظيم ده سواء وزارة الداخلية سواء وزارة النقل سواء وزارة الصحة سواء الشباب العظيم والرائع اللي شفناه في تسكارتي اللي بسهل على جمهور النادي الأهلي الدخول والخروج ما شفناش مشكلة واحدة في عدد كبير جدا وعايز ضعف كمان عند جمهور النادي الأهلي انه هو ده جمهور الكرة الحقيقي ده جمهور الكرة الحقيقي اللي كان بيشجع من اول ديئة لاخر ديئة وكنا بنقول هنا في قناة النادي الأهلي كنا ليلة المباراة وكنت يعني من حصن الحظنة كنت برضو بنفس الحالة مع زميل محمد سعيد قلنا يا جمهور النادي الأهلي لو الفوز تأخر عايزين برضو نفضل على نفس حماسنا طوال التسعين دي وده فعلا اللي حصل وجمهور النادي الأهلي دايما ما بيحتاجش مناشدات